الشرطة الرابعة وهذه العمارة التي كانت سكن الفنانة صبا إبراهيم في شقة هو شقة ولكن واحدها من عزلة طبعاً هذا الشارع شرطت كله أذهب إلى المدرسة روتيني اليومي أوه أولي لن أتصدد أن أرجع وأرى هذا المكان جيد صبا أريد أن نسولف ببعض القضايا هل أنت بشقة هل أنت تملكين غرفة؟ لا بمفردك ويا أختك؟ لا كنا غرفة وحدة وغرفة الأخوية متزوج وأحنا الصالة دائماً نلعب بها نقعد نتفرج ونام بها أنا وأختي شارط عندنا غرفة وحدة نحن خالين بها يعني كل واحد شون ما نقول كنتورة وكذا قبل الحياة تختري يعني ما كان مضايقة الموضوع؟ أنا أريد غرفة وحدة غراضة شغلاتي أشيائي مضايقني بس ما مضايقين أهلنا والدليل أنه النقلة النوعية اللي صارت بعد أربع سنوات سكننا هنا كنت شلنا قبل بغير شيء كل واحد يعني يعني بيت طابقين والحمد لله وبعدها من صارت سفرتنا صرنا كلها مجربيوت لأن كل من يريد بيتها زين هذا العمارة سكن جماعي سكن جماعي العمارة شلون يعني؟ الشقة؟ لا لا هذا الباب هو واحدة لبيتنا واحدة؟ ايه ومنها فيهم شقة ثانية مستقلة هذا أحلى شيء عددكم مش قيد بها الشقة الزغيرة؟ ه seem to be two kids واثنين واثنين husbands الحمد لله، وشكره اليوم experiencing two kids الولد كل واحد ببيت يعني وأختي بها خارج العراق chwil's days beyond lundi ولكن الآن مؤقت يعني اهان إن شاء الله ترجع pentolas ان شاء الله إن شاء الله هل سلام إن شاء الله دائدا سلام